ورجعنا لكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها إينا تجول في صحف وأخبار النهاردة لكن في البداية اسمحولي أرحب بضيفي اللي بشرفني الأستاذ طارق العوضي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط أهلا بحضرتك أهلا بك فان منورنا أهلا بك حال نبتدي محراج جولتنا الإخبارية من الموقع الإلكتروني اللي جارت اليوم السابع الخبر بيقول الأثار تعلق على بيع رأس توت عن خامون لندن خزلتنا وصنوا لاحق المتورطين قضائيا كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار تطورات محاولات مصر لإيقاف بيع قطع أثار مصرية في لندن اللجنة القومية الأثار المستردة عقدت اجتماع عقب التأكد من عرض رأس توت عن خامون في بريطاني يقال أن المعرض سيقام غدا وسيعرض في رأس توت عن خامون الأثارية الجميلة اللي شفناها في الصور وهتتباع في إنجلترا وإنجلترا رفضت التعاون مع مصر في هذا الإطار رد حضرتك أو رأي حضرت الله أولا طبعا هذا خبر مؤسف ومحزن هو طبعا المعرض سيقام النهاردة في قاعة كريسز للمسجدات في بريطاني النهاردة من البك النهاردة الخميسة نهاردة الخبر كاتب بكرة فممكن يكون هذا نهاردة مفترض النهاردة يتم عملات البيع إلى جانب رأس توت عن خامون في حوالي 31 قطعة مصرية أخرى طبعا قطعة إسارية ولكن تتخيل أن رأس توت عن خامون دي يعني هربت من مصر من معبد الكرنك في الأسر يعني أنت عارف الرأس دي عمرها أكتر من 3000 سنة يعني هي وغدة رقم أثار مش حد حفر ولا آية لا طبعا هي هربت بشكل غير شارعي طبعا وطبعا مصر حصل تحرك يعني خلال الأسبوعين الماضيين من وزارة الخارجية وزارة الأثار والنيابة العامة والنائبة العامة تم التحرك ومخطبة الجهات البريطانية لوقف هذا المزاد ووقف عملية هذه البيع طبعا تعدي على حقوق مصر من الأثار طبعا للأسف بريطانيا لأسباب سياسية وغيرها طبعا لم تلتزم بالمخاطبات المصرية بوقف هذا المزاد ووقف عملية البيع لمثل هذه الأثار طبعا نستطيع أن نتخذ جراء ضد بريطانيا عديدة نحن عندنا حوالي 260 بعثة أجنبية تتعاون معنا في الأثار عندنا حوالي 18 بعثة بريطانية يمكن اتخاذ إجراء ضد هذه البعثات ما لم تلتزم بوقف هذا المزاد ووقف هذا البيع طبعا يمكننا التعاون مع أجهات أخرى طبعا الخارجية مصرية خطبة منظمة اليونسكو لوقف مثل هذه البيع المفروض منظمة اليونسكو مقنوط بها أن هي الدافع عن الأثار والدافع عن التراث العالمية ولكن للأسف عندنا تتخذ الإجراءات الكافية لوقف مثل هذه المزاد قانون اليونسكو نفسه يحتاج لتعاديل لأنه يسمح بالاتجارة في الأثار المصرية طبعا هذا محتاج لتحرك مصري برلماني وتحرك سياسي على أعلى مستوى لأنه طبعا مستحيل يتم بيع رأس طوان خامون بهذا الشكل نتمنى طبعا أن يكون هناك تحرك داولي لقطعة أثارية غالية طبعا أدو الأثار دائما الأثار هو ملك الإنسانية كلها بالذات ملك مصر ملك العالم كله من حق العالم كله نأتي إلى المتاحة المصرية أن يأتي لنا ويزور مثل هذه الأثار النهاردة في وقفة مصرية من الجليل المصرية في بريطانيا ضد عملية البيع أيضا أنا معي خبر أيضا من جريدة اليوم السابع بيقول منصق التأمين الصحي الشامل المواطنون شعروا بالتغيير في شكل المنظومة أكد الدكتور أحمد حماد المنصق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل أن المواطنين شعروا بالتغيير كبير في شكل المنظومة الصحية بفضل التأمين الصحي الجديد الذي انطلق مطلع الشهر الجاري يعني هناك بدايات لتأمين صحي شامل لكن الحقيقة أنا لا أستطيع أن أتجاوب مع الخبر وأقول أن المواطنين شعروا بالتغيير والمنظومة الصحية عندنا 114 أبقى مخالف لضميري وكل حاجة هو فعلا تحكي أن يخطي المتقوله فعلا ما ينفعش طبعا تصريح المسؤول بهذا الشكل أن أقول لك مطلع شعر وشعر نبي نحن لسه بدأين التطبيق أمبارح وأول أمبارح طبعا لا تصريح ليس في محلة نحن لسه بدأنا الرحلة نحن لمصنع مرحلة الوصول ولذلك ولكن خليني بس أقول أن مسألة التأمين الصحي الشامل دي يعود الفضل فيها طبعا صورة 30 يونو بناء لأنها تم في دستورة 2017 النص عليها ثم قناته من الصحي الشامل في 2017 طبعا كل هذا لم يكن توفر لولا وجود إرادة سياسية حقيقية خليني أرجع هذا وأعوذي هذا الفضل لدينا ميزانية السنة هذه أكبر ميزانية للصحة في تاريخ مصر نتمنى أن نرى هذا على أرض الواقع عندما بس يكشف يكشف بإنسانية يكشف بأدمية لا أحد يقوله أن يذهب في الطبور ولكن للأمانة الحقيقية قال أن خلال 2018 أو 2019 كان في طبور من العمليات الجراحية وأعتقد تم تنفيذ عدد كبير جدا منها على نفقة الدول شو يا سيسر حالي نزول لك الحاجة إحنا لو أريدنا من الحاجة نعملها يعني القانون التامين الصحي الشامل وهو تم تطبيقه من حوالي يومين أو ثلاثة يوم في بروس عيد تم عملية زراعة قوقعة تم عملية زراعة قرانية تم إجراء عملية قسطرة في مسلشفية التأمين الصحي مسلشفية الحكومية ده الأول مرة بالمناسبة فأنت العواز تعمل حتام بس تتوفر إرادة رقم واحد تتوفر إخلاص في العمل وده حصل بفعل في القانون التامين الصحي الجديد بس أتمنى يعني عندما التصريح زين هذا المسؤول ما ينفعش أنك تقول لنسبة التشعر أنت كده بفعل بتدي أنا دائما أعترض على فكرة أن تبالغ في التصريح زي برضو من شهرين برضو عاتبنا على محافظ شمال سينة لما قال أن الوضع عميت فل و14 لا أنت ما نزودش قوي إن شاء الله الأمور تتحسن لكن ما ينفعش نقول عكس الواقع وعكس الحقيقية هو ده حقيقي وبالنسبة للمشورة تأمين الصحة الشاملة أنا أعزو لك منظمة الصحة العالمية أشهدت أول أمس في تصريح لها بالمنظومة قالت أن فيه مؤشرات كويسة جدا أن المنظومة في مصر هتنجح طبعا بدأ التطبيق في بورسعيد من 1-7 لمرحلة تجربية لمدة شهرين أعتقد المنظومة هيبقى فيها نجاح بس يتم التكاتف فعلا من كل المجتمع من المواطنين نفسهم الحكومة نفسها تكمل في المشروع التأمين الصحي مش تجي في مرحلة وتوقف أتمنى أن المشروع يكتمل وتهم تطبيق بفاق المحافظة ركلت جملة جميلة أن يبقى فيه إرادة زي ما نظمنا كاس الأمم من 4 شهور وألبنا الاستادات وخلناها زي الفل كان ممكن برضو أن النظام الصحي يتحس صحيح ممكن وده جايز أقول لك تم إجراءة عملية زارة قرانية في مصرفية التأمين الصحي لم يكن يحصل قبل كده صحيح معي خبر أيضا آخر من أخبار اليوم الخبر يقول 2019 العام الأسوأ للفيسبوك وإخواتها أعطال فني أصابت منصات التواصل بالشلل لساعات طويلة الحياة ليس أول مرة الفيسبوك يعطل الفيسبوك أخواته زي ما هو الخبر يقول اللي هو الانستجرام والواتس آب تم تعطيلهم مبارح بشكل كبير جدا كله شعر بهذا العطل وللأسف يعني إحنا بقينا ملاصقين للسوشيال ميديا بشكل كبير وبقيت جزء من حياتنا وجزء من شخصية الناس بشكل ربما مبالغ فيه الحقيقة إحنا أصبحنا متكايفين مع الصورة الرقمية أي يمكن ده كان مدور رسالتي في الماجستير عن استراتيجيات التكايف الرقمي لوكالات الأنباء كنت عمنا عن وكالات الأنباء بس طبعا أنا أقدر أقول استراتيجيات التكايف الرقمي اللي بنا أدم بشكل عام نصبحنا متكايفين مع التكنولوجيا بشكل رهيب يعني ما ندرش نعازل عنها ولكن من نسبة للفيسبوك واللي حصل مبارح من تعطل في الفيسبوك وواتس أب وإنستجرام وغيره طبعا ده حصل قبل كده في منتصف مارس ثم في منتصف أبريل فهذا مش جديد إنما هتكلم عن 2019 هو فعلا العام الأسوأ فعلا للفيسبوك وأخواتها زي ما القبر بيقول طبعا القصة مش متعلقة في فكرة تعطيل لا هو طبعا في فكرة أن فيسبوك بيحاول يأمن نفسه بتطبيقات جديدة وبعد ما حصل فضيحة التسريب الكبرى اللي حصلت في النقوات الأمريكية واعترف بها مارك نفسه والمؤسس فيسبوك طبعا طبعا اعترف بكده وقال إنه فعلا أنه صرب بينات شخصية لمستخدمين فيسبوك أعتقد أن فيسبوك بيحاول يضيف تطبيقات جديدة لتأمين نفسه ضد عملات الاختراق جوزء الثاني طبعا في عملات الاختراق حاول فيسبوك والحسابات الشخصية فهو أعتقد أن هذا السبب الرئيسي في العطل اللي بيحصل ولكن دي مش أول مرة فعلا دي ممكن مرة التالتة السنة تمام إن شاء الله يبقى خير بس أمبرح عتل كتير تقريبا دخل في ست ساعات لأكتر من 65% من المشتركين 65% دول مليارات ده حقيقي لا طبعا وكمل مستخدمين فيسبوك عمستوى العالم كله كام رهيب فأنت تتكلم في وسيلة أساسية للناس كلها بتستخدمها معي خبر أيضا آخر من بوابة الأهرام بيقول الكاف بالماضي أفضل مدير فني في دور المجموعات بأمم إفريقيا أعلن الأتحاد الإفريقي لقرة القدم كاف عن اختيار جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أفضل مدير فني في مرحلة دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا طبعا المدير الفني للجزائر أو فريق الجزائر المحارب السحراء زي ما بيقولوا إقدموا فعلا أداء مميز جدا عم بقية فرق المجموعات كلها. حققوا تسع نقطة زي مصر. حققوا تسع نقطة. بس هم الحقيقة فرقين جدا في الأداء. هو طبعا خليني يعني أوجه التحيال منتخب جزائر فعلا أداءه محترم وأداء راقي. وبالكاف فعلا يعني عمل أداء عالي جدا. إنما يعني خلينا بس نتكلم. يعني أنا للأسف في حاملة موجهة ضد منتخب مصر لدينا كم يوم. بيحاول منتخب مصر وده مش كويس. يعني خلينا نقول الجزائر بتلعب كويس جدا حلو. المنتخب مصري أداءه عين عم مش على المستوى اللي احنا عايزينه بس خلينا برضو ندعب منتخبنا المصري طبعا الجزائر عندها. ندعب منتخبنا بس بنقول برضو الحق يعني نمش ده الأداء المتوقع من منتخب مصر بصراحة لا. إنما الجزائر بتلعب كويس جدا ده رقم واحد. أنا أعتقد بطولة لو إحنا بأداءنا ده كمنتخب مصري بطول أمونك وتروح للجزائر. طبعا الجزائر قبل كده في 1990 كانت تحصت على بطول الأفريقية. طبعا عندهم مباراة يوم لحد اللي جاي. مواقفنا كلها مع الجزائر كفرة خدم مش لطيفة فعلا. وعندنا الجزائر عندها مفروض مباراة من لحد اللي جاي مع غينيا. فلو فعلا كسبة المباراة ده أعتقد الجزائر يبقى فرصة في فوز هي الأكبر يعني ووفر حظة. نتمنى الخير لمصر وكل فرق المجموعات. معي خبر أيضا من الموقع الإلكتروني لليوم السابع. الخبر بيقول الزراعة. ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالي إلى 239 ألف فدان. مصر عادت من جديد تهتم بزراعة القطن. والحقيقة كنا أهملنا هذه الزراعة لفترات. رغم أن مصر كانت رقم واحد في العالم. ونجلس من أطفال صغيرين القطن طويلة تيلة. الزهب الأبيض. وما أدراك ما الزهب الأبيض. طبعا خبر مبشر أن فعلا مساحات القطن بدأت تزيد في مصر حوالي 239 فدان. طبعا بعد ما وصلنا إلى كميات طبعا قليلة جدا في فترة الأخيرة. وده بسبب طبعا سياسات حكومية خاصة بوزارة الزراعة. عدم الاهتمام بزراعة القطن الاهتمام بمحاصيل أخرى على حساب القطن المصري. طبعا القطن المصري طبعا شهرته العالمية معروف القطن طويلة تيلة. أعتقد أن وزارة الزراعة نبهت السنة دي على المزارعين بأن يتم تكسيف صراعة القطن طويلة تيلة. لأن هو القطن الأساسي المصري المعروف على مستوى العالم. طبعا وزير الزراعة كان أعلى من حوالي أو دشن الموسم الصيفي في حوالي منتصف أبريل الماضي من كفر الشيخ. والراجل ظهر بمظهر جميل. ماسك أهل حديثة وهو بيزرع القطن وكده. طبعا ده كويس أن وزير ينزل بنفسه وبدأ يتحرك. بدأنا نشوف ده الأرض الواقع. ده أعتقد يدعم الفلاح. نفسه وزارة الزراعة بدأت بالفعل توفر أسمدة توفر التقاوي نفسها للمزارعين. ده تحرك محمود طبعا وقبل وزارة الزراعة. وأعتقد أن وزير الزراعة زيدينا مستيد. رجل محترم وراجل على قدر عالي من الاهتمام أو من الدراية بالقضايا الزراعية. الرجل كان عميد كلية الزراعة. أبل كده في جامعة القيارة. وكان نابلس في جامعة القيارة. أعتقد أنه دراية كاملة بمثل هذا الموضوع. تمام. أنا معي خبر أيضا آخر. وممكن يكون أخير من الموقع الإلكتروني لجريدة الوطن. الخبر بيقول ضحية تعضت الكلب بأسيوت تواجه الموت بسبب مصل فاسد. للأسف يعني في سياق الخبر بيقول أن مريم عندها 25 سنة كلب عضاها دخل عندهم البيت يعني وعضاها هي في أسيوت. ويعني اتضح بعد كده أن المصل فاسد على العهد يعني جريدة الوطن الإلكتروني. فبتأكيد يعني حجة مؤسفة. وعشان كده أنا أدول برضو لصديقنا مسؤول وزارة الصحة ثاني اللي هو قال لك المبشرات بخير. بقول له برضو ده ده خبر برضو مؤسف إنما احنا ما تكلم عن مصل فاسد. وعا أعتقد ده مش أول حالة تحصل. يعني غير مريم قبل كده كان فيه أكتر من خمس ست حالات خلال الشهرين اللي فاتوا دول في حلوان وغيرها برضو تعرضوا للعض من قبل كلاب مصعورة. والأسف في ناس فعلا توفت بسبب المصل الفاسد. أنا بس عايزة أخد بس جانب آخر من موضوع السستاري. وأنا بشوف يعني مجموعات كبيرة من يعني حماية الحيانات الأليفة وكده ومشكورين يعني بيدفعوا عن الكلاب الشوارع بشكل كبير جدا. بس هو برضو فكرة أن تسيب كلاب مصعورة في الشوارع وبتأذن الناس فعلا يعني. وتلاقي بيجر وراحد ركب عربية أو بيجر ورا طفل صغير وكلاب طبعا يعني العضة منها بموتة زي ما بيجي. لأنها كلاب لا بتتعرضش كمان للتطعيم. وبتعرضش ليه متابعة ولا علاج ولا أي حاجة. فإحنا عندنا موضوع الكلاب الضالة في مصر فعلا زاد كتير وغزم حقيقة فعلا. وعزو حقيقة ده بيكتر في الصعيد. يعني في الصعيد عندك في الصعيد أكتر. فكرة الكلاب الضالة المنتشر في الشوارع وبتعرض لحالة من الصعار دي منتشر كتير جدا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وغيرها وعدم تعرضها للتطعيم. حتى المصلي نفسه اللي بتاخد الكلاب بيبقى مصلي فاسد. للأسف انت بتكلم في منظومة مصلي فاسد للكلب مصلي فاسد اللي بتعرض للعد. فالفكرة أن انت لازم يتم إجراء حملات تفتيشية على مستشفى تدورة الصحة. التهيئة الطب البدري تتحرك في هذا الموضوع. المصلي ده بيقول لك وفقا لخبراء الطب يعني ليه درجة حرارة معينة ما زيتش عنها يحفظ فيها يعني ولا يقل عنها. فالمفترض المصلي ده يتم حافظه في درجة حرارة معينة. يتم التفتيش على المستشفيات لمراجعة مثل هذه الأمصال لأن انت بتكلم في حياة إنسان. طبعا. طبعا. وهي طبعا الجرعات تتتخذ ونحن نتكلم في موظومة 8 صحة شامل فأنت بتكلم الجرعات تتخذ على عدد أيام بالضبط كده عدد معينة زي ما حصل مع مريم يعني بتتشعر بتنميل في دراحة حالة الوقتية توفت بالفعل بسبب عمصار كانت فزدة. ربنا يشفي مريم يا رب ويبقى نشوف برضو رعاية صحية بشكل أكبر في مصر كلها. هنأتشكرك جدا سترق العوض الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط ألف شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ولسه معيكم ولسه معينا في قرات أخرى في صباح النور بعد الفاصل.